بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وارده ومن وقع في الشبهات الأمور المختلف فيها والأمور اللي فاشك وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا حديث عظيم جدا ينبني عليه أصل الدين كله والحقيقة أن ربنا صلى الله عليه وسلم من رحمته وأرحمه الرحمنين أنزل أين الإسلام واضح بين واضح الحرام واضح الحلال الطيبات ربنا عزالي يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس كل الطيبات يا حلال والخبائس والعزب الله يا حرام الكاذب والنفاق والغش والزنا والخمر كل هذه والخيانة والغدر كل هذه خبائس والطيبات واضحة جدا يا الحلال فربنا سبحانه وتعالى من رحمتي بهذه الأمة ومن جمال هذا الدين حيث قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة فالحلال بين والحرام بين واضح جدا مثل مثلا الزواج واضح جدا حلال العزب الله كل الشبهات بين الحلال والحرام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الأمور يعني أن الزواج حلال العلاقات بين الرجل والمرأة كثير منها ما يكون فيه شبهات التواصل عن طريق الفيسبوك والشات والرسائل كل هذه أمور مشتبهات لا يستطيع أحد أن يقول أنها حرام ولكنها تؤدي للحرام والعزب الله فمن وقع في الشبهات ووقع في الحرام كلام خطير جدا يعني هذه الأمور المختلف فيها أو من اختلط عن الناس أو الغير واضحة أو الغير محسوم بحرمتها ينبغى أن يتجنب الإنسان يتجنبها تماما لأن من وقع فيها كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام رغم أنها شبهات قصة بسيطة جدا أن بعض الأمهات بعد معاناها حبت أنها تتواصل عن طريق الفيسبوك وتتواصل مع الناس وعملت لها حساب على الفيسبوك بعدين فجأة وجدت على الماسينجر أن خطيبها الأول بيتكلم معاها فتكلمت معاها وقعنا هنا بقى في الشبهات تمام؟ واحد يقول لك واحد بيتكلم واحد عادلها مش عادي المرأة المحترمة لا ينبغي أن يكون لها علاقات أبدا إلا بإذن زوجها هل هي تستطيع أن تبيح ذلك لزوجها؟ كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها شك كده بيتجنبها المهم ظلل إيه؟ الحديث بينهما في نماء واستطرات واستعادة الزكريات والأيام الجميلة أيام خطوباتها الأولى حتى أنها قالت إنني أعاني من مشاكل كثيرة جدا وأنني كنت أتمنى أن أتزوجك وأنني كنت أحبك والشيطان دخل طبعا ومازلت الآن أحبك وهكذا وسبحان الله وجد زوجها هذه الرسائل فما كان إلا أن يطلقها وطبعا تشتت هذا الطفل الذي كان بينهما وضعت حياته يبقى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحلال بيّن واضح والحرام بيّن واضح وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه مع الله عز وجل وعرضه يعني سبعته ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى الإنسان يكون حريص أن يتجنب كل ما هو مختلف كل ما هو مختلط وأن يكون حريصا جدا على أن يتبع طريق الحلال الذي لا يغفر الأمور المختلفة أو الأمور اللي فيها شك ينبغي أن يحسن نفسه ويبتعد عنها تماما حتى يستبرئ لدينه وعرضه يعني يطلب البراءة ويطلب الحماية لدينه مع الله عز وجل ولعرضه وسمعته مع الناس ثم يقول النبي محمد صلى الله كالراعي يحول حول الحمى ما هو معروف أن كل راعي أو كل ملك له أصر والأصر بيبقى له مساحة كده معينة محدش يقرب منها اللي بيقرب منها الأمن هو بيترضه أو بمعنى آخر بعض الملوك في الزمن الماضي كان يبقى له بعض المزارع كده هوت للغاية الأغنام بترعى فيها وأي أغنام بتقترب من المنطقة بتاعته يتم مصادرتها فورا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مثال كالراعي يرى حول الحمى يبقى المفوض أن أغنامك تبعيدها خالص عن عن الحتة لدفاع حدود لدي حدود ربنا عز وجل أنت لما تتجرأ ولما تقرب من الحدود تقع في الحرام وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال يعني خلي بينكم وبين الحرام مسافة ما تقربش أو من الحرام حتى ولو كنت في الحلال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حضرا مما به بأس يعني يا تجنب حلال لأنه قد يقع في الحرام وهذه الشبهات التي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من وقع فيها فقد وقع في الحرام وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والحقيقة الأمر الخطير جدا أن الذي يقع في الشبهات حتما سوف يقع في الحرام لأنه يتعود يبقى خطورة الوقوع في الشبهات هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الذي وقع في الشبهات وقع في الحرام الوقوع في الشبهة معناه وقوع في الحرام لماذا اولا لان ربنا صلى الله عليه وسلم يغار على حدوده وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وفي بقى اية تانية بتقوله وتلك حدود الله فلا تقربوها يعني ما تقتربش بالحدود ربنا فتعظيم الله عز وجل امر هام جدا يؤكد الانسان اللي بيتعود على الوقوع في الشبهات والامور المختلفة فيها يبقى تعظيم الله ويكون ضعيف فيتقرع على حدود الله عز وجل الامر الاخر انها تعتبر من خطوات الشيطان يعني مثل الذي يكلم امرأة على الشيط يبدأ الكلام عادي خالص كيف حالك ثم الشيطان بقى ايه وربنا عز وجل حذرنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى الشيطان بيخطو شيئا فشيئا حتى يوقع الانسان في الحرام ثم التعود الانسان يتنازل يتنازل ويترخص ويأخذ السهل ولا يتحرى حدود الله سبحانه وتعالى ويرخص نفسه في تلك الشبهات فهذا التعود يؤدي الى عدم التزامه بطريق الله سبحانه وتعالى ثم الوقوع في القطأ بعد ذلك والامر الاخر ان ذلك يؤدي الى قصة القلب الانسان يترخص 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 ويأخذ السهل ولا يأخذ نفسه بالعزيمة وبالحسم فان هذا يكون مدخل مداخل الشيطان ويؤدي الى قصة القلب فيقعه في الحرام ثم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة لهذا الحديث القضية في غير خطورة ما الذي يجعل الناس تترخص وتقع في الزنب وتقع في الشبهات وتقع في الحرام القلب يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد وهو القلب لان القلب يعتبر كالمالك في مملكته يأمر بالجوارح القلب هو الاساس هو الذي يأمر العين بالمعصي او بالطاع هو الذي يأمر اليدين هو يعتبر كالمالك في مملكته بالنسبة لبقية الجوارح يبقى لابد ان يكون انسان حريص على طهارة قلبه بماذا بقى بالبعد عن المعاصي المعاصي بتصور القلوب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب يعني المعاصي كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نقطة سوداء واي قلب انكرها نكتت فيه نقطة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب ابيض التوالت عليه النقطة البيضاء فاصبح متصم بالله عز وجل وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السنوات والأرض وقلب اسفد مرباد كالكوزة مجخية زي ما يجيب كوزة او كباية كده وتكفيه على وجه لا يعرفه معروفا ولا يكون منكرا يبال انسان حتى لا يقع في الشبهات الحديث هو يوضح في خاتمته ان يكون حريصا على طهارة قلبه لماذا بالبعد عن المعاصي وبالصحبة الصالحة والبعد عن كل بقات المعاصي وكل ما يبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى ومصاحبة اهل القرآن وكسرت ذكر الله عز وجل وكسرت التوالت القرآن الكريم والمساجد ودائما يهيئ لنفسه البيئة الصالحة المؤمنة التي تعينه على طاعة الله عز وجل وطهارة قلبه فيكون بذلك بعيدا عن الشبهات وبعيدا عن الوقوع في الحرام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر